منذ 16 أذار 2022 وملف خطة الطوارئ للكهرباء يدور في فلك المماحكات تسارعت وطيرة الحل فجأة بعد مغادرة رئيس الجمهورية يومها العماد ميشيل عون قصرب عبدة ليعمد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 23 كانون الأول إلى الموافقة على إصدار سلفة خزينة لفتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول والمفاجأة أنه بعدها في الخامس من كانون الثاني رفض وزير المال يوسف خليل موافقة رئيس الحكومة على السلفة في موقف سياسي فهم أنه منسق بين ميقاتي ووزير المال بهدف الدفع في اتجاه عقد جلسة للحكومة أوائل الأسبوع المقبل تحت شعار الكهرباء ومراعاة هموم الناس وحشر فريق التيار الوطني الحر في بيت اليك فهل سيحضر وزراء التيار الجلسة التي ينوي ميقاتي دعوة إليها؟ وزير الطاقة المعنية الأول بالملف يقولها علنا وبالثلاثة حكومة تصريف أعمال بنطاق الدي لا تجتمع لا تجتمع لا تجتمع بتقولي لي بيستعمل الكهرباء لابتزاز الشعب بمصلحته الحيوية هيك عم يعمل الرئيس ميقاتي عم يبتزكم أنا ما حدا بيبتزني بمعنى أنه أنا بعدني بفاتح الطريق وأنا والرئيس ميقاتي دولة رئيس سوى لأينا الحل الكهرباء وعطيونا الموافقة على هذا الحل وبمكن تنفيذه خارج مجلس الوزراء بألف طريقة دستورية عم تحكي معه للرئيس ميقاتي؟ حاول المبارح أحكي مرد؟ مرد أعمل بعتله ميسيج معايدي وقلت له أنه إذا كنا عنا وجهة نظر مختلفين عليها ما بيمنع أنه نقدر نتحاكى ونبني على الأشياء اللي منجتمع عليها دليل شور عدم رده؟ يمكن مشغول وقد يكون ميقاتي مشغولاً ولكن بوضع بنود جدوى الأعمال جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها والبند الأول فيها سلفة الخزينة الشهير ومثل ما أنه مطروح ما بيحل المشكلة بتحل موضوع الباخرتين الجاز أويل 62 مليون دولار فيه باخرتين مقابلهم وحقهم 40 مليون دولار بدون يكونوا موجودين وفيه 54 مليون دولار هلأ شهر واحد وشهر اثنين عايزينهم للصيانات إذا بدك تعمل حل بيغطي كل شيء مش بيغطي كل واحدة بالقطعة تبليه حطوا كل واحدة بالقطعة؟ تيروحوا دايماً على عقد جلسات مجلس الوزراء؟ هذا ما حدا قالوا بس أنا أخشى أنه يكون هيك حزب الله اليوم انضم إلى الفريق الذي يبتزكم من بعد ما كان حنيف باقلكم؟ ما فيه ما فيه ما فيه ما لأ اللي تعمل يبتزكم ولا يعمل مجلس مزراء؟ أنا ما فيني أحمله أكتر مما بيحمل هو عنده حسابات لتلك دقيقة جداً مثل شو حساباته؟ بده توازن بالبلد بده 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 استقرار بالبلد ولكن ماذا لو عقدت الجلسة بغياب وزير الطاقة وأقر البند من دون توقيعه؟ ما رح واقف الكهرباء في أصول دستورية للموضوع رح احتكم لإله بحسب معلومات الام تي في سيعمد وزير الطاقة إلى إصدار مشاريع مراسيم مجزأة بخطة الطوارئ يوقعها الأربعة وعشرون وزيراً وبعدها يضم مقاط توقيع الوزراء الثمانية إلى توقيع زملائهم أتمر السلفة ترجمة نانسي قنقر